ألا أدلكم على دائكم ودوائكم ألا إن دائكم الذنوب ودوائكم الاستغفار علشان كده كان دايما مشايخنا يقولولنا إن أساس الأذكار هو الاستغفار لأنه بيعالج الداء الأكبر عند البشر وهو كثرة الذنوب السلام عليكم ورحمة الله أزايكم يا رب تكونوا بخير النهار ده روتين جديد ويوم جديد وإن شاء الله كده يجيبكم النهار ده بقى الروتين بتاعنا ابتدام الساعة 5 الفجر النهار ده كان أول يوم محمد لي مدرسة طبعا زي ما أنتوا عارفين مرام بقى لها أسبوع بتروح لكن محمد كان لست أول يوم ليه وهو يوم الأربع لأنه طبعا ده في كيجي لسته والمدرسة بتاعته كانت مخلية كيجي وان يوم الثلاث ويوم الأربع كيجي تو المهم كده الحمد لله جيلي يوم اللي هو يروح فيه لأنه كان بسته مش قادر أقوله كان مستعجل جدا وكان كل يوم بيصحى مع مرام الصبح يعيط عايز روح للمدرسة بتاعته فالنهار ده بقى صحيت بدري كده أنا كده بصراحة مستعجل خمسة يعني متعودة مثلا بصحى صحية خمسة ونص ستة للربع النهار ده كده أنا مستعجل خمسة إني بنام بدري أحلى حاجة في المدرس بصراحة الإلتزام المهم كده قلت بقى حضر اللينش بوكس بتاعهم مع بعض هما الاتنين ومرام تنزل بالسلامة وبعد كده بصحي بقى محمد يلبس هو كمان بما أنه بقى أول يوم فطبعا بنزل معاه فيمكن ده اللي كان قلقني إن أنا وعموما أنا بنزل مع محمد ده كل يوم يعني حتى لو باباها يوديه بحب أنا قوي أوصله مش عارفة بحب كده يعني بالمرة بقى زي ما أنتم فاهمين نشم كده هوا جميل وبعد كده يعني بوصله برجع كده على السوق فبالمرة بحسة إن أنا بقى البست ونزلت فبالمرة بقى إيه بنطالك كده في السوق المهم كده حضر بقى اللينش بوكس هعمل النهاردة بنيه وجبنا ده كان طبعا بقى بناء طلب الولاد أنا بعمل حاجة الأولادي بطلبوها مني يعني عايزين بورجر بعمل لهم ستربس بعمل جبن بعمل اللي هم عايزينه بعمله لهم فدلوقتي كده حضر اللينش بوكس بتاعهم وحط لهم بقى أي فاكهة عندي لو مش عندي فاكهة بحط مثلا خضار بحطرهم أي كده تسالي زي فشار من بالليل بصراحة كنت محضر لهم الفشار لإني كانوا طلبين برضو فشار في اللينش بوكس بتاعهم فقلت حضرهم من بالليل وحطوا كده في الأكياس يبقى جاهز يعني معايا تاني يوم على طول فدلوقتي أقطعت كاتف فحية برضو أنا بس حبيت أصور معاكم اللينش بوكس عشان طبعا ده اطلب مني كتير يعني فيه طبعا ناس بتاخد منه كده أفكور حتى لو كانت عادية جدا وتقلدية جدا بس ممكن تخدي فكرة يعني مثلا ما كاتش في بالك ولا حاجة خلاص كده هحط لهم بقى الحاجة الحلوة اللي احنا جابناها مع بعض والعصير بتاعهم وخلاص على كده حضرت اللينش بوكس بتاعهم والأزاز الميت كانت في التلاجة هتخرج دلوقتي برضو بتاعت مرام لكن محمد طبعا بخليها بقى ولست وهو نازل بس حبيت أن أورها لكم كده مع اللينش بوكس خلاص ده كده اللينش بوكس بتاعنا النهاردة وكده جهزت خلاص الفطار بتاعهم ده كده يعتبر فطار وغدا بتاعهم لأن محمد كمان بيجي بدري آه بس مش أول ما بيجي طبعا بياكل لكن مرام بتيجي متأخر جدا مرام بتخش البيت الساعة 3 العصر وبتنزل من الساعة 6 ونص فيا دوبك يعني تكون يعتبر فطار وغدا لها مرام نزلت الحمد لله خلاص هي بس سلامة الباص بتاعها خلاص كان جاي ومحمد طلعت له هدومه وكنت خلاص كمان صحيته وأنا كنت البست ودلوقتي خلاص هو كمان لبس هحط بقى اللانش بوكس بتاعه في الشنطة بتاعته والنزاست المية وزي ما قلتلكه ده كان أول يوم وكان فرحان جدا جدا آه طبعا بقى كان رايح يشوف بقى زميله وقصة كان بيحب مدرسته قوي المهم كده هيبس بقى الشنطة بتاعته حتى أنا قلت له خليني أشيل الشنطة مرضيش هو عايز يشيل الشنطة آه زي مرام يعني التفل التاني أو ابنك التاني بيحب يقلد أخوك كبير عندي حمزة بيحب يقلد جدا محمد ومحمد بيحب جدا يقلد مرام فتملي يبسطوا البعض المهم كده خلاص نزلنا وركبنا العربية وكده البني وبني المدرسة بالكتير قوي ثمان أو سبع دقائق كابل عربية ما فيش يعني حتى لما آه يعني مرة كده مشتها كانت برضو مش بعيدة حوالي ربع ساعة المهم وصلنا خلاص كده عند المدرسة طبعا كانت معايا بقى آه بنت عمو برضو في نفس المدرسة وابن عمو معايا برضو بس ريسة هو في كيجي وان راح يوم التلاتة وما راحش لهو الأربع اللي احنا كنا رايحين فيه أول يوم مدرسة لمحمد لكن بنت عمو بقى في سنة قوي المهم كده خلاص دخلنا الولاد وهنا وقفين بقى في اللاين بتاعهم كان جميل جدا جدا وكت وقفة بره بقى طبعا مش بمشي على طول السروح فوقفت شويكة والطمنت كده عليه والحمد لله تلع نفس المدرسين بتوع كيجي وان هم نفس المدرسين بتاعه فطبعا بينادوا بقى الأسامي بتاعتهم وطبعا كل بقى مدرس بياخد الولاد بتوعه وخلاص على كده فبعد ما خلاص محمد مشينا وسبناه جوزي بقى طلع وكان معاه حمزة وانا بقى طلعت على السوق كان نقصني كم حاجة زمانتوا عارفين فبقت بقى ان انا كده اجيب الحاجة اللي كانت نقصوني انا مش من الناس اللي بروح السوق اجيب كل حاجتي كلها مرة واحدة ولا حاجة بابدأ كده كل يوم ولا التاني اجيب الحاجة اللي انا قصوني يعني يوم مثلا ممكن اشتري اللحوم ممكن يوم اشتري الرز والمقرورات والحاجات دي ويوم تاني اشتري مثلا الفراخ والحاجات دي وطبعا لازم تمالي هقولك الحاجة دي خلي معاك كده يعني مثلا مية امتين على جنب الاي ظرف يعني ما تصرفيش مصروفك كله مرة واحدة بس هرجع وقولك برضو اهم حاجة تصرفيه كله في البيت لاني طول ما احنا معانا فلوس تحستوا ان احنا كد مغنى بتلعب في حاجات تانية بصراحة في يعني المهم دلوقتي كده انا عملت ايه قسمت اللحم بتاعتها اكياس طبعا لحسب بقى الكمية بتاعتك انا كنت جايبة كيلو ونص فالنص كيلو يعني ابيحست ان هو كويس جدا في الاكلة ودي اللحمة المفرومة اللي هي الجملي انا بحب اللحمة المفرومة الجملي جدا جبت الكيلو النهاردة بمية واربعين جنيه اللحمة الجملي لكن التانية طبعا اللي هي الجموسة العايزة بتاعتنا البلدي بمية وخمسة وثمانين جنيه وقدم بتاع اللحمة على طول بتاع الفراخ فقلت بالمرة بقى كده اجيب حاجة يعني ايه ان اضمني المصروف بتاعي كده ما يخلص مني لا اجيب اي حاجة برضو تكون عندي في الفريزر تنفعني على القلب حتى لو مصروفي خلص مني ولا حاجة ابقى انا مقمنة نفسي فروحت جايبة فرختين بلدي كمان وجبت فرخة بيضة قلت له قطعوا لي اربعة اربعة عشان يعني دي اعملها صنية وروحت جايبة مع الفرخة اللي هي البيضة دي وركين كمان وركين عادي لوحدهم من غير يعني فراخ لان احنا بنحب اكتر حاجة في الفراخ اللي هي الصنية دي الوراك فانا قلت الصدور دي هستفد بيها بحاجة تانية خالص واكمل الفرخة بوركين بس كده وطبعا جبت برضو بهرات وجبت كزا حاجة في اليوم ده يعني بسه تسوقت كده بس ما جبتش خضار الخضار بخليه برضو يوم لوحده وطبعا ده بيكون بند لوحده في المصروف يعني انا بقسم مصروفي كده لحوم بكليات ورز وكلام من ده والباقي مثلا الخضار بقيا معايا الفلوس التانية دي لان انا برضو مش من ناس اللي بشتري الخضار بتاعي كله مرة واحدة الخضار الحاجة الوحيدة اللي بنشتريها على مدار الشهر اللي بنشتري سبت بقى الفراخ كده منقوعة في الدقيق واللملح واللمون وبسطي بخسلة غسلة كويسة جدا جدا بس تملي مش بصور بالتفاصيل لان كلنا عارفين بتتغسل ازاي الفراخ وكلنا عارفين بننظف ازاي حاجتنا انا بس بديك كده الفكرة سريعا لان طبعا لو قفت غسلت معاك الفراخ وسبتها تتنقع والكلام ده كله يعني طبعا انتوا عارفين هياخد وقت اه ودخلت بقى الساعة 15 الصبح كده بعد ما جيت من السوق وعملت كل الكلام ده دخلت وقلت اول حاجة كده حطها دور في الغسلة يتغسل وبعد كده قلت بقى ابتدي اه انضف في الشقة بتاعت لاني اعتبر بكرة اجازة وبعده اجازة اللي هو ويوم استبت نجب باززازة زمانتوا عارفين بقى يعني فكان الخميس اجازة والجمعة اجازة والسبت فقلت عمل الشقة بتاعت يوم يوم الاربع والخميس بقى نبتدي كده الاجازة بتاعتنا بقى كده في رواءان وفي هدوء وزمانتوا عارفين ومتعودين معايا بنعمل الشقة كل اسبوع في الدراسة وبقيت الاسبوع بننظف التنظيف اللي هو اليوم العادي جدا جدا فالمهم دخلت البلكونة قلت بقى هشيل السجادة وهعملها كده عاملة كوي سرقتها بصراحة مش مستهلة اوي والدنيا فيها بصراحة يعني يعني نضيفة بامانة فمرضيت شهلك نفسي اوي فيها واشيل السجادة واعمل كل الحاجات دي فقلت عكنوسة بالمكناسة كده كنسة سريعة وبعد كده بقى ابدأ اشوفها عامل اجوة في الشقة فكان استعب المكناسة وهنا حمزة كان بيسق الزرع بقى حمزة بياشا يسق الزرع هو محمد فالمهم كده قفلت بقى استطورة وقفلت برضو البلكونة لاني عندي بالنهار بقى فيه دبان وانا اكتر حاجة بكرها في حياة الدبان بحس ان مهما يكون الشقة بتاعته نضيفة بحس ان مشكله بحس ان الشقة بتاعته مش نضيفة مجرد ما شوفه فالمهم كده بعدما الفراخ خلاص اتنقعت حبة حلوين يعني قعدت لها كده اكتر من نص ساعة صفتها كويس جدا في المصفة وبعد كده دخلت بقى قلت قبل ما ابتزي في التنظيف بتاع الشقة اشيل الحاجة بتاعته الاول في الفريزر كل اللي هيتشال اشيله طبعا شلت خلاص اللحمة وجيب بقى على الفراخ قلت يا كمان اشيلها بس سبت الفرخ خليها البيضة دي شلت الفراخ البلدي اني مش هسلقها خلاص النهاردة وكما مش بتبلها ولا اي حاجة بتبلها لما خلاص اطلعها من الفريزر واسلقها لكن دلوقتي لا خلاص ما بقيتش اتبل ولا الكلام ده المهم كده طلعت بقى الصدور بتاعت الفرخة وقلت هقطعها كده اعملها شورمة تبقى غدوة تانية خالص بدل ما اعملها في السطنية وما تتكلش ان بصراحة مش يعني جزي مثلا ما بيحبش خالص الصدور بتاعت الفراخ ولادي نفس النظام يعني ممكن محمد بس اللي بيحب الصدور لكن الباقي مش بيحبه وانا بالنسبة لي عشان باكل طبعا اكل كيتو فالورك بالنسبة لي افضل بكتير وكمان بيبقى دسم اكتر فقلت استفاد بالصدور بتاعتها انا من نوع برضو اللي بيحب الصدور اكتر لكن من ساعة ما عملت الكيتو وانا باكل طبعا الحاجة اللي بيبقى دسم عشان ده هو ده المطلوب اصلا في الكيتو فقلت هعمل ايه هشيري الصدور بتاعت الفراخ اعملها زيبا بقول لكم شورمة قطعها كده بالطول تقطيعها سهل قوي قوي وبسيط يعني والباقي يعني مثلا الجناح بتاع الفرخة والباقي بتاعها ده هعمله برضو فلسطينية طبعا مش هيترمي ولا اي حاجة ولا مثلا هشيريه وعمل عليه شربة ولا اي حاجة لا هو فلسطينية برضو كده هيبقى حلو جدا وهيتك فهقطع الاول الصدور شورمة على فكرة تبقى وجبة جميلة جدا وسهلة وكمان تبقى معاك كتول الاسبوع كان عندي زبادي فاجبت علبة وهبدأ انزل بالعلبة كلها وهنزل عليها بالكيس الشورمة ده او كيس التوابل الشورمة التوابل دي بجد جميلة جدا وبتنجز معانا في كل حاجة وفي نفس الوقت بتديك نتيجة جميلة قوي قوي وهحط شوية زيت وبعد كده هقلب كده الخليط ده مع بعض وهنزل بقى بالشورمة الفراخة ممكن تستخدمي طبعا شورمة لحمة برضو بنفس الكيس ده بيمشي عادي جدا جدا وهجيبي الكيس اللي هو محكم الغلق ده بحبه قوي بقى في الحاجات اللي زي كده انا عندي علبة بس مش بستخدمها في كل حاجة يعني بخليها لحاجات اللي هي لها استردمتها زي مثلا تخزين الملوخية خزنتها فيها الشورمة اللي زي كده عشان فيها سواي اللي أخزنها فيها أضمن لكن بالنسبة للطماطم بحطها في الأكياس اللي هي العادية خالص لأنه ببقى عاملة كمية كبيرة والأكياس ده بتبقى غالية بصراحة يعني مثلا العشرين كيس ببقى مثلا ممكن تجيبيهم بأكتر من 28 جنيه ب30 جنيه على حسب طبعا النوع اللي بتجيبيهم فالمهم كده حطيت كده بس الشورمة في الكيس ده تبقى معايا كده جهازة طول الأسبوع تطلع بقى معايا على طول في الجريل بتبقى حلوة قوي قوي وجيت بقى هنا عند الوراق بقى اللي كانت معايا هافتحها كيب السكينة عشان تبقى سهلة معايا جدا في التدبيل هعمل النور ده معايا قصنية الفراخ عملتها معايا كذا مرة بس بجد طريقتها جميلة جدا وسهلة قوي وتحس ان انت وانت بتاكلها كأنك بتاكل كده يعني فراخمة شوية مثلا في طبعا طرق كتير قوي وفي ناس بتحط حاجات كتير قوي زي مثلا عسن نحل وفي ناس بتحط السياسوس وبص اعملي اللي انت عايزا ما عجبنيش بصراحة اي حاجة غير الطريقة اللي انا بعمل بها دي هي دي اكتر طريقة عجبتني واكتر طريقة عجبت ولادي وجوزي فخلص بقى بعت مدى على طول وبعملش غيرها لكن الطرق ما فيش اخترى منها يعني الطرق كتير قوي قوي تقدر تعملي اي طريقة تعجبك انا بعمل ايه بفرم البصل في الكبة وبعد كي بحط كنت لسه جابة بهرات الساعة بهرات ما كنتش لسه حتى في البرطمان بتاعها فحطت معلقة كده كبيرة وحط معلقة صلصة لها الجهزة وتحط مثلا بقى زيت او ثمنة او اي حاجة بس انا بحط ثمنة بلدي عشان طبعا انا باكل منها ما ينفعش احط اي زيت يعني وكمان مش عايزة احط لهم زيت زاتون عشان يعني هم طبعا مش بتعوزين عليه قوي فعشان ما يحسوش بالتعامل في التغيير وما يكلوش منها فلا حطيت معلقة ثمنة بلدي وكده كده الوراك انتو عارفين بتنزل دهونها يعني وبتنزل كل المادة الدهنية بتاعتها فدي طبعا مطلوبة في الكيتو بتاعنا الديات اللي انا عاملا دي مطلوبة جدا جدا وهبدأ كده اقلب بقى وحطت ملح ما حطتش مرق الدجاج عشان دي ممنوع في الكيتو ما بحطش مرق الدجاج هي بس الملح بتاعها وعند التسوية بقى بعمل ايه بحط سبع بحط قصدي الحبهان وبحط وراء اللوري كده خلاص جهزة الصينية بتاعتنا دي مش حطها في الفريزر لاني دي هعملها بكرة ان شاء الله مش هعملها برضو النهاردة هعملها بكرة المهم كده هشرفت تلاجة لبكرة بتبقى حلوة قوي قوي وبتقعد بقى معاك كده يوم كامل بتشرب من التدبيلة بجد بتبقى تحفي اكتر ما تعملها في نفس اليوم خلصت بقى الفراغ بتاعتي وغسلت طبعا الحود وعقمت كده الرخامة بكروريكس وبعد كان زلنا بقى انا وبابا انا وجوزة قصدي جبنا محمد ابني من مدرسة ان محمد بيخرج الساعة 11 الظهر فانا لما هو بصراحة بيكون موجود بيروح لوحده لكن انا عشان اول يوم وكنت حابة شوف بقى الكلاس بتاعه فين واشوف المدرسين لاني طبعا الصبح ما كنت شفت اي حد ولا كنت لسه عرفت فين الكلاس بتاعه ولا اي حاجة فكنت لازم اروح معاه اشوف الدنيا يعني فيها ايه المهم روحت والحمد لازم اقول لكم تليع نفس المدرسين بتوع بتاعه السنة اللي فاتت وطبعا دي كانت حاجة بصراحة مفرحوني وفي نفس الوقت طبعا متمنوني شوية مسكت بقى غرفة الاولاد عندي كده قلت ابتزي كده بيها اول حاجة انا كنت عاملة قط النوم فكانت نزيفة بس كل اللي عملته الصبح بدري كده رتبتها ترتيب اللي هو العادي خالص ودخلت بقى على قط الاولاد كده زي ما انتوا شايفين بعد ما خلصت برضو الفراخ وشلتها وخلاص محمد جيه دلوقت كده وكانوا بقى قاعب بره في الريسيبشن هو وحمزة لحد ما خلص لهم غرفة الغرفة بتاعتهم او قدتهم يعني الاول كده جيبت الفرشة زي ما شفتوني ونفضت كده للشباك وبعد كده شلت بقى الملايات ونفضت السراير وهبدأ كده افرش بقى ملايات نزيفة وهكون ساب المكنسة يعني ترويق اللي هو العادي جدا جدا مش شرط ان انا شيري السجادة وامسح ولا الكلام ده استجادة عندي نزيف بس ممكن بقى اعمل ايه اجيب مثلا الموب بتاعتي وامسح اي سراميك باين او اي حاجة ده لو احتاجت محتاجتش خلاص اعادي جدا مش شرط ان انا يعني اعمل خطوة دي فبس تكفي جدا وبحس بالنظافة طبعا كل واحد بقى ما حسب برضو يعني بتحسي ان انت نظفت ازاي المهم كده خلاص هافرش السراير اللي ادي بحبها قوي هادية كده ورقيقة جدا زي بتاعت قط النوم بس دي لون تاني دي لونها بقى ماشي قوي مع قط الاطفال عشان لون الكنبة ولون السرير في نفس الوقت فلونها كمان هادية قوي جميلة بصراحة طبعا ده قماشر عمرية بتسألوني عليه كتير قوي ملاياتي كلها قماشر عمرية وانا اللي بفصلها انا بشتري القماش وانا اللي عندي مكنة انا اللي بخيط الملايات دي كلها بقصها وبخيطها السرير بتاعت قط النوم بياخد اربعة متر ونص لو هو متر وستين لو اكتر برضو اربعة متر ونص تقريبا وممكن تزودي شوية في المخيطات اللي هي الطويلة على حسب يعني والاطفال السرير الواحد بياخد تلاتة متر ونص فلو سريرين بياخد سبعة متر وممكن كمان ستة ونص يعني على حسب فالافضل برضو انت بتشتري عشان مش عارفة انت عندك ايه بالضبط او سرايرك ايه السؤال ده بيجالي كذا مرة اسألي بتاعي القماش بتاعي القماش بيبقى عارف كل التفاصيل دي طبعا بيعندهم فكرة في الخياطة والتفصيل وده بياخد قد ايه فلو انت سألتي بالضبط عندك سرير مقاسه قد ايه هتعرفي بس طبعا ده هو عنده امانة يعني لكن طبعا في ناس بتحب تقفور كده ويدوك مثلا متر كده زيادة لكن يعرفي لو سرير متر وستين اربعة متر ونص اطفال متر وعشرين لتنين هتجيبي سبعة متر او ستة متر ونص يعني هيكفه لو عندك سرير متر للملاية كده كده بتاخد يعني لو متر جيبي متر ونص للملاية ومتر بس للمخد الطويلة والخددية يعني هتجيه مثلا اتنين متر ونص او تلاتة متر مش تلاتة ونص هتجيبي تلاتة المهم زي ما بقولك كاس قلي ويعرفي بالضبط انت سريرك قد ايه وقليلو فخلاص كده خلصت السرير وفرجتها وجب بقى عند الكنبة شلت كال الشلطة بتعيتها زير قد تحتها طبعا حاجات كتير بيبقى بيأكل مثلا حاجة حلوة بالليل زي فشور زي مثلا الايام دي في مذاكرة فتلاقوا باري كده وحاجات مندي فالأحلى حاجة بقى بالمكنسة المكنسة بتشفت كل الكلام ده على طول وجبت بقى اللي هو الملمع الزجاج ده ايه وبقى تلاتة كده انا اقلم مع الترابيزة اللي في القوضة الترابيزة دي جميلة جدا ونفعتني قوي في القوضة وجد قوي اثناء الدراسة كمان ايه جميلة جدا في القاعدة كده بيعودوا على الكراسي بتاعتهم الصغيرة يفطروا كمان بيأكلوا عليها معظم الوقت فانا حصتها حلوة قوي ايه بس كده فالمهم كده لما عطاها وفرجت المفرش اللي انت شفتو ده كنت فرشا معاكم في البلكونة بس بصراحة فاتح فطبعا خدتوا معايا وانا دخل اما سبتوش في البلكونة يعني ان الجو في تراب فقلت لا لحسن يبوز يعني بره ولا حاجة من الشمس برده وحبت شكله قوي على الترابيزة وجد دلوقتي بقى جبت بقى المكنزة بتاعتي وهبدأ كده اشفت بقى كل الارض كده زمانتوا شايفين كنت فرشا الحفظة شلتها برده نفطتها وبعد كده قلت اخسلها بقى في الغسالة النهار ده كان عندي كده دور فهاخسر كثير جدا وهنشر كمان دلوقتي بس مش صراحة مش هستور معاكم لاني دخلت قلت انجز بسرعة قبل الشمس مش بحب قوي البلكونة في الحر بحب الاول كده ادخل لو في دور غسيل لو هنفض البلكونة بحب قوي في البدري لكن لو في الصيب باخر النهار المهم كده كانس رقودة كلها زمانتوا شايفين وبعد كده بقى اخر حاجة هلمع كده الباب لاني نسيت وهو الكومودينو يعني نسيتها لما على الاثنين دور خالص في الاودة والجزمة عندي بقى على جنب زمانتوا عارفين نضيفة ومفيش فيها حاجة مرتبة يعني بس كده طبعا لازم كده ورا الباب المكنسة ومش هننسى اي حاجة بصراحة المكنسة جميلة وبتنظف الدنيا جدا جدا احلى حاجة فيها ان هي بتخلي الدنيا ما فيهاش تراب كده ولا الاودة يعني اول حاجة انتي بتنظفيها ما فيش فيها تراب كثير لاني طبعا يبتشفت التراب كله هنا بقى برضو جيت على الشاشة بصت بلمعها ازاي بحط اللي هو الجلانس في الفوتا وبعد كده بلمع الشاشة يعني مثلا مش برش عشان مباشرة لاني ده غلط وهاجة دلوقتي بقى عند الباب اتفاجئت طبعا زمانتوا شايفين كده بالقلم الجاف لقيتهم عاملين زيخات كده عليه فما تشالش معايا بسهولة فقلت ده خليه بقى وقت تاني ابقشله برحتي فلمعت بست كده سريعا وقفلت بقى الشباك وانا بقى في الشباك قلت ايه ده انا ازاي مسحتش الكومودينو فلقيته لقيت الكومودينو بتاعي عايز برضو ايه يتمسيح كده سريعا فالمهم كده هجيب دلوقتي الفوتا برضو والجلانس سريعا كده وهلمعه طبعا ده مش خشب ده ستيكر فعادي لما برشي الجلانس على الستيكر يعني بيلمع معايا وبينظف خلاص كده هرشي بقى اخر حاجة بحب بقى المعطر معطر ده اصلا عايز اقولكو حلو جدا اكيد في ناس كتير او مجربا هو فريدة بالريحة اللاتوت ريحته جميلة اوي اوي ومنعيشة كده وبحست ان هي بتثبت وقت طويل اوي اوي يعني عايز اقولكو ان في اليوم ده انا خرجنا وجنا بالليل كنت شام ريحة الشقة كلها نفس الريحة دي ففعلا ريحته جميلة جدا خلاص كده بقى زي ما انتم شايفين قده بقيت زي الفل هرشي بس المعطر زي ما بقولكو بريحة التوت حلوة اوي يعني وبرضو بحب بقى وريحة العود العود حلوة جدا برضو من فريدة فيه متابعة كتقاليلي قبل كده على اسم نوع تاني كده بس بصراحة مش فاكراه كان في الكومنتات يعني مهم كده خلاص خلصت بقى القده قفلت النور وطبعا قفلت الشباك عشان دلوقتي كانت دهري خلاص فالجاوب بدأ ان هو يحرر شوية اللي بقولك دخلوا بقى القده بتاعتهم وانا على طول بقى خرجت بره كده على الريسبشن لاني عندي شوية كركبة بره زي ما انتم شايفين البوفيه كمليان كده كتب وحاجات كثير فقلت ابتدي اول حاجة بيه اول حاجة بحب اعمله في الريسبشن عندي حتى لو هنظيف ألمع الترابيزات تلمع البوفيه بحس ان هو بقى يعني بصو كده مفيش في اي حاجة لان التراب هو اللي بيطفي المكان وبيخلي فيه تاقة سلبية جمدة قوي فعلى طول كده حتى لو انتي مش هتقليب الدنيا او مش تمساحي بقى مش هتشيل السجاد على طول كده لماعي الاسطح اللي حواليكي هتحس النضافة جدا هتحس بتاقة ايجابية قوي في المكان فلمعت كده زي ما انتم شايفيني البوفيه وفرشت المفرش تاني ويعني رتبت اللي هو الترتيب العادي جدا جدا هاجي بقى على الصفرة برضو طبعا شلت الكتب واني حصلت هنا فالمهم هشيلها دلوقتي كلها وهشيل بقى الشنطة هشيل الشرطة بتاع مرام ده كان مخصول بس ما كاتش لبسته يعني في اليوم ده لاني كاتلبست اللي هو الأحمر بتاعي الألعاب بس كده فالمهم كده هشيل كل الكلام ده وبعد كده هلمع برض الصفرة بالمرة ملما اعتهاش بصراحة بقى لي فترة وزي ما انتو شايفيني المفرش يعني صغير فأكيد طبعا فيه تراب وانا ممكن مكونش شايفة بنسبة للعافش القبيب بتسألوني عليه كتير ايه رأيك فيه وفي عملي اه عملي وجميل جدا حلو قوي قوي بس اهم حاجة يكون الدهان من البداية حلو يعني الدهان يكون مدهون حلو عندي الصفرة دي مدهونة طبعا دوق وفرن فحلو قوي قوي في التنظيف وسهل قوي قوي يمكن احلى كمام الأسطر اللي هو البني يعني البني ده كان بيحتاج تلميع جامد شوية لكن ده لأ امريش بيحتاج الكلام ده بصراحة بيبقى حلو قوي قوي خلاص كده لما اعت بقى الصفرة وفرشتني المفرش وبعد كده هاجي بقى احط بقى الديكور ان انا بحط كده عليه ديكور كده بسيط جدا يعني ستنية وعليها كده زرعة بسيطة خلاص قلت برضو كده اجي عند الركنية بصراحة كده نظيفة مفيش فيها اي حاجة بنعودش فيها ولا اي حاجة بس مجرد بس بدخل البلكونة انشر وخرج بس قلت ايه المع الترابيزة برضو بيبام فيها التراب اوي الترابيزة دي عشان الازاز بتاعها فامي فتحسته كده ان هو غامي فالترابي يبام فيه جدا جدا غير خالص الازاز اللي هو الابيض وهاجت بقى تحت بقى بعد ما لمعت فوق احطت بقى الكراسي كده مكانها بس قبل ما احطها قلت اكمس الاول تحت الصفرة هنا عايز اقول لكم ان الولادين باري حسابوا الدنيا كلها واقعدوا تحت الصفرة ياكلوا فشور يعني قعدوا تحت الصفرة فعلا دخلوا تحت الكراسي وراحوا قاعدين محمد وحمزة تحت الصفرة واقعدوا ياكلوا فشور المهم اكتشفت المعدودة تاني يوم لما لقيت في فشور كتير مرمي في تحت الصفرة فخلاص كده كناست وبعد كده حتت بقى الكراسي مكانها وهاجي بقى اكمس بقى عند البلكونة كده وفوق عند الركنية نقصت سريعا بقى طبعا كنت فتحها البلكونة وكنت نشرت اساسا كتير اوي نشرت حول الدورين الصبح كده نشرت الاول ملايات وبعد كده هدوم الولاد نشرتها على المنشر اللي هو الداخلي بحس بقى السهل يعني وحكمس بقى بما كناسها وطبعا التربيزة دي سألتني برضو عليها بصو كنت جايبها من على جروب على الفيسبوك او بيتج جدا على الفيسبوك بس بصراحة مش عارفة هو ايه لان من بقى له فترة كبيرة جدا وطبعا خلاص يعني مش لقيها حرفيا يعني فهو اصلا كان عليها عرض ب1000 جنيه ايه تربيزة وشفتها كتير اوي اوي على بيتجاك كتير اوي او جروبك كتير على الفيسبوك بتباعها برضو بنفس السعر كان عرض 1000 جنيه ايه تربيزة كان فيه اللي المدورة كتعجباني جدا وندمت اقولي انا مجبتهيش يعني ساعيتها حتى سألت جزء اني احلى فقال لي دي بس بصراحة المدورة كتباع احلى وكتحس ان هي شكل جديد عندي بس برضو دي حلوة مش وحشا يعني شكلها برضو حلو جدا المهم كده خلاص بقى كنسس الريسبشن عندي كله وبردو دلوقتي كده هلمي بقى المكنسة انا كنت كنسل الترقة كلها مع غرفة النوم بالليل في يعني ايه نضيفة مفيش فيها حاجة هجيب بقى السرك بتاعها عشان فقطو برضو سألتوني كتير انا ببصت بحاول كي ارد عليكم على الاسئلة اثناء الروتين عشان بنسى وكمان بقى ارد عليك في الكومنتات بس عشان لو مرجعتش تاني للكومنت يعني تبقي ايه لو انت متابعيني تسمعي بنفسك يعني المكنسة حلوة وكل حاجة بس طبعا لو هتجيبي جيبي الوط بتاعها اعلى شوية لان هي فيما بعد بتبقى بطيقة كده شوية حاسها يعني غير خالص اول ما جبتها اللي هي الالفين وط تبقى احلى دي عاملة دي الف وستمية وط فالالفين انت بقى احلى بكتير المهم كده ده كده الروتين بتاع النهاردة يارب بقى كده يكون عجبكو ويلا بقى ام كده خلاص الشواء بتاعكو حتى لو كانت يوم الاجهزة خلاصي وانجزي كل الوراك مع السلام